الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة أيها الإخوة آيات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها قد هلت علينا أيام العيد ببركاتها وأنوارها وأصرارها ونفحاتها وفرحتها الغامرة التي تعيدنا أطفالا قلبا وقالبا نشعر بأن حياتنا تبدأ من جديد مع كل عيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أيام خير وبركة وفرحة وهي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى أسأل الله أن يبارك لكم في معايشكم وفي أعيادكم يا رب العالمين يسعدني في هذه الإطلالة أن ألتقي مع عالمين جليلين وطربويين كبيرين فضيلة الدعية التربوي أستاذ الشيخ خيري فهمي مرحبا سيدنا كل عام وأنتم بخير مرحبا كل عام وأنت بخير أستاذ مصطفى لك وحش شديد الله يبارك في عمرك أحفظك أم الله يبارك كذلك أحد خبراء التربية والتعليم أستاذ دكتور علي سمير عضو هاي التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر لنا شخصيا لأول مرة يعني أتشرف بأن أكون بين يديه مع فضلت الأستاذ الشيخ خيري مرحبا دكتور شرف لنا منورنا الله يحفظك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا طالما نحن في واحة التربية فخلينا نتكلم بقى في قضايا تليق بهذه الأيام الطيبة وخليني أبدأ على فضلت الشيخ خيري من مدخل ربما يكون معتاد لكن ندلف منه إلى مناطق تربوية في حياتنا وتفصيلاتها فقه الفرحة إذا صح هذه التسمية وأنت خبير بسك المصطلحات فقه الفرحة في الإسلام بشكل عام وبالأعياد أو في الأعياد بشكل خاص من الأشياء العجيبة سيدنا يكاد يكون دين الإسلامي متميزا ومتفردا في أنه دين يبحث عن سعادة الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة ويكاد يكون هناك رفضا تاما وبعدا تاما وحربا شرسة على أن الإنسان يتلبس بالمحازن وبالتعسات وبالأفكار الخاطئة يعجب الإنسان أن حتى في لحظات الموت حتى الموت يعني تجد أن الإسلام يقول للمرأة أنت الحداد ثلاثة أيام إلا على الزوج تستمر فترة من باب الوفاء ومن باب رعاية هذا المقام الكبير جدا ده حتى قبل الوفاء بهذه المناسبة فإحنا ما عرفش هيا ليقين نحن نتكلم لكن بالعكس ده تحسين للظن المسلمين بدينهم الذي يفرحون به في هذا اليوم صحيح يعني قرأت فيما قرأت مما تعلمنا من حضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاثة أيام لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله الله حسن الظن في هذا الباب يعني ده قبل الموت وأنت في حالة انشراح حتى تلقى الله عز جل وأنت في حالة الرضا الله طب وقع الموت هل انغمس المسلمون في أحزانهم في لحظات الموت العنيفة جدا بتاتا كانت أيام الصحابة ما بين جراحاته ما بين دماء ما بين معارك ما بين بدر وما بين أحد وما بين الأحزاب وما بين خيبر ما بين قتل حمزة يعني محازن يكفي حدث واحد أن يصيب الإنسان بالمحزنة التامة طول عمري ومع ذلك كانوا يتبادحون بالبطيخ كما جاء في الأدب المفرد عند البقاء هل هذا الترتيب مقصود وحضرتك برضو يعني ضليع في في الالتقاط الإشارات القرآنية نعم أن يبدأ المولى تبارك وتعالى بالضحك قبل أضحك وأنه هو أضحك وأبكى وأبكى وحتى حتى إشارة النبي أنا دائما يرسله بشيرا ونذير ونذير أنا الضحوك القتال أنا كان دائما البشر صلى الله عليه وسلم رغم هذا القلب المليء بال مش عايزة أقول الضغطات والحزن على الأمة والحرص عليها وهو الرسول الخاتم الذي لا نبي تخيل سيدنا أن الصحابة كانوا يجلسون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الفجر فيتذكرون أيام الجاهلين نتعرف أيام الجاهلين بتوبهم مليانة بقى مواقف مواقف موت من الدحك فيضحكون ويتبسم في مجلس النبي في مجلس النبي يعني الكلام عن الجاهلية بعد أن من الله عليهم ببعثة رسول الإسلام نبي الأخير يسمع على مرأة ومسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح فيشاركهم هذا الضحك بابتسامته المشرقة عليه الصلاة والسلام يعني ما اعترض ولا بالعكس هو يشارك بالبسمة على هذه الأحاديث الجميل تفهم الجاهلية من بعض الأخطاء وأشياء مثيرة للضحك إذا ده مجلس الصحابة كان جئا أنا أعد أتخيل متى تضحكون ده العالم كله يحاصركم حصارا قاتل من معركة إلى معركة ومن حرب إلى حرب ومن كيد إلى كيد معارك داخلية وخارجية من أين يأتي الضحك أصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود من المعارك يعني من المعركة هو مش رايح يتفسح ومع ذلك يقول للصحابة تقدمه عائشة صغيرة من حقي أن تفرح فيضع سابقين تخيل جلال طب في وقت تاني عندما في وقت في جيش حرب هم راجعين من حرب سبحان الله والنبي لا يفعل لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا بوحي وإلهام من الله عز وجل صحيح يعني في هذا شمعنا فيه وقت متسع لهذا دكتور نعم شمعنا فيه وقت الجد وقت الاحتدام وتوقع المعركة وجيش يسابقها يعني وليس مرة بسألة محتاجة تفكير ليس مرة إنما مرة أخرى ويقول لها هذه بتلك هذه بتلك لا ده ده رعاية السيدة عائشة بردو كان الصغيرة كان يجمع لها الفتيات يلعبن معها ومر من المرات والحبشة يلعبون فقال تعالى يا عائشة فانظري قالت فوضعت خدي على خدي صلى الله عليه وسلم وضعت رأسها على عنق النبع صلى الله عليه وسلم والخد على الخد ويقول لها بعد لحظات أشبعتي تقول له لا من الفرجة يعني أي من المشاهدة وذي أريد أن أرى محبتي في قلبه صلى الله عليه وسلم تختبر المشاعر أشبعتي لا ده احنا أمام الجماعة بتوع الرومانسية تعالوا عندنا العواطف الجياشة مراعاة المشاعر مراقبة العواطف ده احنا قدام يعني مدرسة مدرسة جامعة ماش محتاجين طيب أنا دائما أحب أن أقف أمام أو أضع يعني خطوط تحت هذه الإشارات ربما نقرأها ونسمعها من العلماء والدعاء وتمر مرور عامين من كثرة التكرار دون أن نتفكر فيها هل دايا قلنا إلى هذا السؤال أن القيم على الأسرة الأب الزوج مسؤول عن مشاعر الفرحة وتغزيتها في أسرته ولا بس عن الأكل والشرب واللبس والموأة أجد بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة التربية عندنا بقت تأخذ مأخذ عند الناس خاطئ يعني الناس بتفتكر أن التربية هي الأكل والشرب واللبس ويقول لك أنا ربيته أحسن تربية كنت بأكله أحسن أكل ولبسه أحسن لبس ودخله أحسن مدارس مش هي دي التربية دا شكل من أشكال الرعاية أني برعاة الكلام دا ممكن يحصل مع الحيوانات أني أنا ممكن يبقى عندي حاجة حيوان بهيمة مربيها فأنا بأكلها أحسن أكل علشان تعطيني أكل لحمه وتعطيني أحسن لبن وإن مجأة بحة تبقى فيها تحمل لحمه فأنا دا رعاية دا هذا يحدث في زمننا آسف عفوا مع الكلات صحيح يعني دلوقتي في زمن انتشار هذه الزهيرة للأسف وينفق عليها يعني المبالغ الطائلة مش هي دي بقى التربية التربية فيها أني أربي على أصول الإسلام أن أربي على الحلال والحرام قبل ما أربي على العيب أربي على الحلال والحرام يعني بيرائب ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت أنا أعرفه بقى في وسط الحلال والحرام أن الضحك حلال ما هو دا من ضمن التربية برضو أن الضحك حلال في الضحك مباح ولكن عندنا الفرحة والضحك والابتسام مقنن عندنا بحساب بدون ولا تفريط ولا إفراط يعني أنا مش عايز المسلم يبقى عابس والناس تنظر في وجه تنفر منه طب هيعملهم إزاي أنا عايز على وجه ابتسامة أنا أربي ابني على ابتسامة دي إحنا عندنا الصدقات مش فلوس ولا زروع ولا سمار فقط تبسمك في وجه أخيك صدق يعني مفهوم الصدقة عندنا أوسع بكثير من الأشياء المادية وبالتالي أنا برب ابني على المعاني دي أنا أنا أما يجعلنا العيد العيد إحنا هنفرح هنفرح ولكن الفرحة عندنا منضبط يعني نشوف ناس إنه هم الفرحة عندهم فرحة منفلت انفلت آه يعني يجي في ربنا حفظنا يا رب ويكفينا الشر ويكفي وأولادنا يا رب إنه يجي في الأعياد يشرب منكرات مثلا هل يطر الفرحة هي دي إنت تفرح إنك تغضي بالله تبارك وتعالى ربنا عمل لنا عيد علشان نفرح فيه ده منحة ربانية إنت تيجي في العيد تخالف ربنا سبحانه وتعالى صاحب هذه المنحة سبحان الله طيب من هذه أيضا النقطة ننطلق إلى سؤال آخر فضلت السيد الشيخ خيري يعني حكمة ارتباط الأعياد كممكن الله عز وجل وله ما يشاء سبحانه وتعالى يجعل الأعياد منفصلة عن رمضان ولا عن أيام الحج أيام مناسبة خاصة دي أعياد الحكمة من ربط هذه الأعياد بمواسم العبادة المحضة يعني صيام رمضان بعد وعيد الفطر والعيد الكبير أو عيد الأطحى مرتبط بأشهر الحج فريضة عظيمة وركنة خمس الميكس ده زي ما بيقولوا الناس هل وراءه حكمة لا شبك إن في حكمة ما هي في تصورك هذه ذروة السعادة ذروة السعادة تمت بنهاية فترة التعبد طبعا ما فيش كلام إن الإسلام في جميل تشريعاته يترك مساحة للمسلم إنك إنك ممكن السنة كلها تبقى مقصر لكن في شهر رمضان ابدأ يستعد قلل الأوقات اللعب واللهو والعبس وقلل الأوقات العمل وانتبه إلى العبادة كعبادة تلوت قرآن وقيام ليل وتسبيح وهذه أصلا من مضخات السعادة يعني السعادة مش في العيد بس هو ذا اللي احنا نعزل نفسه سعادة هو ذا اللي احنا نعزل وفي صدقات وفي انفاق وفي أجواء إيمانية علي جدا خلاص برضو في العشر تيام الأول منزل حجة نفس الكسافة من العبادة عبادة مكسفة جدا جدا الدبافة الأسكار والتسبيح والتهليل وكذا هي السعادة الحقيقية ها هنا أنت بعيدا عن الله عز وجل ده أنت مش تعيس أنت ميت يعني وأنت بعيد عن الله عز وجل أنت مش تعيس أنت ميت أصلا أو من كان ميتا فأحيينا قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمي تخيل المي الده تعاسى شديدة جدا وسواد في الصدر بمجرد ما أن يقبل الإنسان على القرآن وعلى القيام وعلى الأسكار وعلى المفاقات وعلى التسبيح وعلى التهليل يستنير القلب وينشرق طيب السعادة دي اللي تمت في العشر تيام الأول منزل حجة وفي شهر رمضان والله سيام يعيزها تكتمل بفرحة بها وسعادة كاملة ده زي ما تقول تزيين لهذه السعادة القلبية الحقيقية تعال نفرح كلنا مع بعض على أن احنا الحمد لله عشنا هذه الأيام يعني عشرة أيام هي أفضل أيام الدنيا تهيئة لهذا الفرح الكبير وبطبيعة الناس دايما تعمل أفرحها في الأعياد صحيح قبل الفرح بيبقى فيه سعادة بنجهز العروسة والعريس وبتاع ودي نتقلب في أيام السعادة حتى يأتي يوم الفرح ويوم الزينة ويوم اجتماع الناس ومزي الفكرة بسيطة في متناول الأفهام الناس لأن الإسلام هو للإنسان متوافق مع فكأنها تمت الفرح بهذه الفرحة الجماعية المعلنة وبع ذلك الإسلام بسم الله ما شاء الله أنت في العبادة كانت فرحتك فرحة شخصية لا تعال احنا هنعمل طقوس عاما وده شيء من قمة الروع يعني على سبيل المثال سيدنا الإنسان يصلي مع نفسه وهو يصلي مع نفسه قال اهدنا الصلاة المستقيم هو عايش مع الجماعة طب فيه صلوات خمسة ممكن الإنسان لا يستطيع أن يواظب على الصلاوات الخمسة فقال لك فيه احتفال أسبوعي تلبس أحسن السياب وتتزين وتتعطر عيد 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 وبدأ يغريك من غسل واقتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب سم مدنى من الإمام فاستمع ولم ير كان له بكل خطوة المشاه أجر سنة صيامها وقيامها ده في الخطوات نسا ما وصلنش لكم نسا في الجمعة شوف التمهيد صلى ونظافة أدب وجمال وتلاقي فرحة الناس في عز الظهر يعني صلاة الجمعة مش عصر ولا مغرب ولا عيشة لا في عز الإضاءة للعالم كله يشوف خير يوم انطلعت فيه الشمس شوف فرحة المسلمين فلي أن كل الناس تشوف المسلمين وما بيحتفل نحن بنظهر الفرحة بتاعتنا هو ده برضو ملمح آخر ومشاء الله حضراتكم تسبقونا يعني ما أفكر فيه من محاور من أسئلة إظهار الفرح ومعروف أن صلاة العيد يعني من السنة صلاتها أو أداءها في الخلاء أو في العراء في الساحات العامة هذه السنة والمساجد موجودة ومساجد كبيرة وتستوعب لكن النبي حث وحث الناس للخروج للصلاة بكل فئاتهم حتى المعذورات أصحاب الخضور والحيض والنساء إيه الفكرة لإظهار إظهار هذا هل فيه معنى تربوي لفكرة إظهار الشعائر في مثل هذه الأيام وغيرها طبعا إحنا معنا الحج ومعنا الأمرات ومعنا ومعنا بالمناسبة وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيظهر فيها كل هذا بقى كل واحد بطريقته يعني هل هذا من العبادة مرتبط في الإسلام بفلسفة معينة هو الإنسان اجتماعي طبعا من اجتماعيات الإنسان إنه هو دايما الفرحة يحب إنه يتقسمها مع الآخرين ويراها في عيون الآخرين يعني مثلا إن واحد يبع عنده مثلا بيت جديد هو المفروض إنه هو يفرح بالبيت الناس اللي حواليك مش هتفرح بالبيت زيك لإن أنت اللي مقيم في البيت وإنت اللي هتستشعر الاتساع وتستشعر الزخرافة اللي أنت عاملها جوا أو بيجوز ابنه أو بنته يدعو الجران والمعزيم ولله المسه الأعلى ففي عزومة هي للمسلمين اللي ربنا يدعوهم إلى هذا يوم وربنا سبحانه وتعالى يعني زرع دي جوه الإنسان في اجتماعيته بيشوف الفرحة في عيون الآخرين علشان كده الأصحاب الأعذر من النساء أما تروح المصلى العيد هي بتروح علشان ما تتحرمش إنها تشوف الفرحة في عيون الآخرين كله رايح بفرحة إن إحنا رايحين نصلي صلاة العين وبنقابل ناس ممكن نحتفل معاهم ما بنشوفهم شي يعني حتى المعذورات شرعا وحدد لهم يعتزلنا المصلى يشهدنا الخيرة ودعوة المسلمين يا سلا دي مقصود وتجمع الناس بقى في المصلى في مكان واسع برضو غير الدقي اللي احنا معتدين عليه في البيوت والمنازل وحتى الصلاة برضو في المساجد برضو لها حدود لكن بره في اللواء التلقه إن إحنا كلنا مع بعض حسين الأنفاس بتاعت الصباح صلاة العيد وتصلى في الأوقات اللي لسه فيها الشروق يعني قبل شروق والتكبيرات الجو لسه جميل الناس تستشعر لسه شروق الشمس وشوف الأجواء كلها فرحة فبنحتفل كلنا مع بعض الواحد لو هيحتفل بالعيد لو وحده مش هيحس بفرحة العيد لأنه خرجنا كلنا نصلي مع بعض علشان الجماعة وروح الجماعة بقى إن التعاون تلاقي أنت لو في حد مثلا ما بتشوفوش بقى له فترة ومسلا ونفسك شايلة منه في حاجة أما بنقبله في صلاة العيد تلاقي الدنيا كلها تناس تشوف فرصة لأن الناس تزوب الأقدار والأحزان والخصومة الفواصل اللي كانت موجودة بسبب مشحنات بسبب أي حاجة ورده فرصة الأولاد الصغارين أما الأسرة اعتادوا على إن الأسرة الأب والأم مثلا كم عدد من الإخوات لا أنا خدتهم وروحت المصلى بتاعي لأ لا ولا ده إخواتنا اللي إحنا بنحبهم كتير قوي ده مجنة في الحاضنة الاجتماعية وشوف أنك وإنت رايح رايح من طريق وراجع من طريق تاني وإنت رايح من طريق بتسلم على ناس وتقابل ناس وتخضهم معاك وتوصل المصلى وإنت راجع بترجع من طريق تاني العدد أكبر اللي اللي شايفين الفرحة وشايفين عدد الناس اللي إحنا نعرفهم وزي ما اتفقنا كل ما بيزيد تحوالين منك الناس اللي فرحانين من فرحيتك بتزيد كل الكلام ده كله ما كانش يحصل لو لوحب يحتفل بالعيد لوحده صحيح وبيصليش ما كان مقفور نعم أيضا من هذا المعنى معالي دكتور دخلني في دايرة معينة أنا عايز أسأل حضرك عنها شيخي وهي أيضا فلسفة الزحام في الإسلام أي يعني كل ما العدد بيزيد تتمسل أكتاف صحيح وتتراصل صفوف والناس تبقى جنبا بعضها صحيح الإنسان بطبعه في أي موطن يكره التوبير والانتظار ويكره الزحام خصوصا في أيام مثلا الحرة أو الصف أو كده لكن يسعد في صلاة العيد كلما زاد العدد في الحج هذه الأكتاف المتلس وهذا التعب له لزة وله حلاوة إيه فقه الزحام في الإسلام ومن أين تأتي هذه الفرحة رغم أن هذا ضد طبيعة الإنسان في مواطنة أخرى ما فيش كلام من القلب بيمتلئ السعادة عندما يجد المناصرين من حوله على نفس المنهجي وعلى نفس السلوك يمكن لعلي أبدأ أنا من من مدخل آخر الجماعة الاقتصاديين يفهمون هذا فعملوا المولات العامة المولات الواسعة الكبيرة أنت بطبها رايح وحالف بالأيمان المغلصة وبالطلاق ثلاثة مش هتشتري حاجة خالص يعني أنت رايح مش هتشتريها ولو كنت أخذ معاك فلوس غالبا هتصرف الفلوس كلها بمجرد ما أن تجد هناك زحمة ازدحام والناس حم لا تشتري فعدوى الشراء تنتابك وتتلبسك فدلي نفسك كإني لو ما شرتش أنا هتحرم والناس كلها بتشتريها أصلا اللي بيسموها يعني عفوا سياسة القطيع لإندفاع عدوى هي أشبه ما يكون بالعدوى فالإسلام بمنهجية في قمة الروعة صلوات الجماعة حتى في إقاع الأيو مسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة عند العلماء في معاني في هو ليس يتمسك بالكتاب إنما هو يتمسك بالكتاب ويدعو إلي وأقام الصلاة أقامها بين الناس أنت توم تتوضى وتمشي في الشارع تروح المسجد بتلفط أنظار الناس من حواليك إن في صلاة جماعة إن في مسجد إن في وحدة المسجد الحرام جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس قياما للناس يقول العلماء كما قال العلماء السعدي كأن الكعبة بقاؤها فيه قيام لدين الناس ودنياه طيب ما هي كذلك والله شوف جمال الإسلام عمل إيه بقى سيدنا حث الناس على الطواف تجد البيت الحرام بسم الله ما شاء الله الطواف دائم وبأعداد رهيبة طيب دائم طيب ماشي فشار طيب فشارين طوال عام في كل وقت بطريقة هناك دلوقتي منعين إلا الإنسان اللي عنده عمره إنه ينزل يطوف من شدة الزحام الشديد أنا لو رجل وألسنتهم يذوبون طوافا حول حيث الزحام قال لك ببكة ببكة قالوا الفرق بين بكة ومكة مكة دي عموم الحدود بتاعة مكة أما بكة خاصة بالبيت الحرام والبكة هو عبارة عن الازدحام ذات نفسه جرس اللفظ باين يعني كأنه مقصود الازدحام ده نسخة الله الجماعة اللي بيطوفوا دول خلي بالك أن تتنقل صورة إلى العالم كله أن هذا البيت هو عامر هو بيت الله عز وجل البيوت الأخرى التي يعبد فيها غير الله عز وجل مهجورة سبحان الله لا يكاد يدخلها أحد وحينا تؤجر وتباع صحيح الأماكن الوحيدة التي يعني مزدحمة بالناس في المطارات هي مساجد المسلمين لكن أي حاجة معمولة لأي ديانة أخرى فارغة لكن الناس متكاتفة وبدال ليه بسياسة الإسلام الجميلة في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة أيام العيد وروح يغريك في شهر رمضان يقولك ايه عمرة في رمضان كحاجة معي فتلاقي 2 مليون و3 مليون موجودين في طيب أيام الحاج دي ده منظر عارف سيدنا في عرفات كان ممكن الواحد يقف بعد الزوال لحظات ربع ساعة خمسة انت لو قفت خلاص تم وقفه خلاص واصبحت الحاجة بزمان كمل بقى لكن انت وقفت في عرفات لكن لا ده انت تعود من بعد الزوال إلى الغروب ممنوع أن حد ينصرف إلا عليك دم لأنك تركت واجبا وببص على الناس وهي بتتلمى قبل الغروب منتظرة الأذان بس مشهد لا يتخيله إنسان الله أكبر الله أكبر شوف يا سيدنا يعني جريا وبحثا عن مواطن السعادة اللي هي الإسلام كله صحيح وعلاقة ده بحضور الجمع والجماعات ومجالس العلم يعني هذا الحضور البشري اللي فيه خير يعني بأقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في يتعاقبون فيكم ملائكة بالله والنار آخره الملائكة تقول يا رب ربنا يقول له أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم قالوا إن فيهم فلان ليس منهم تأتي الإجابة العظيمة المشرقة من رب العز والجلال هم القوم أنا كلمة يشقى هنا ضد السعادة بالمناسبة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الاحتكاك بهذه الجموع الطيبة مجالس الخير يكون سبب لإنسان معدي يعني مرة وجلس في هذه السعادة فما بالكم القاصد والعامد إنه يحتك في هذا المعنى عندنا من المغروسات الشعبية مثل من جور استعيد يا سعد صحيح المعنى هو الرسول صلى الله عليه وسلم شوف من أكثر من ألف وربعمل سنة يدينا نفس المعنى إن لو أنت قعدت مع واحد فرحان عنده مثلا ناجح في حاجة مثلا ولا حاجة تلاقي نفسك وانت قاعد مضطر إنك تفرح الله ليه انت شايف الاستعادة على بشه ولازم تجريه انت أما بتشوف حد مبتسم تلاقي نفسك مبتسم معاه حتى لو هو ماشي في الموضوع ولا تعرفوا ولا تعرفوا الناس بتتكلم معه وتتحك فتلاقي الإنسان يشارك بالابتسامة بالفطرة لو هو أنا عيان أو مريض بتحس بنفس المرض راح وبيتقلم له أو هو في الإسلام تلاقي في المترو ممكن مجموعة شباب قاعدين مع بعضه فبيتحكوا فالشباب بميقعدوا مع بعض تلاقي تطلع منهم المسحة فتبص تلاقي الناس اللي قاعدة اللي هم مش معهم ولا حاجة قاعدين بيتحكوا يبتسموا على نفس ابتسامهم وعلى نفس حالهم ولا هو فاهم بيتكلمهم بي مش عارفهم بكلمهم بي تلاقي الرحلة بتاعت عليهم خفيفة كده لأن قاعدين في جو حل نفس القصة هنا المشاعر بتاعت الفرحة يتقاسموها المسلمين مع بعض في الاحتفالات احتفالات هنا العيدين عيد القطحة وعيد الفطر العيدين فيهم الفرحة تلاقي الناس راحة المحزون اللي عنده مشكلة هو خرج معانا وشاركنا الفرحة قصب عنه هيفرح يعني لو افترضنا ان حد كان ربنا كان ابتلافي موت عزيز قبل العيد صحيح من روحه للعيد وحضوره اللي احتفالات تخفف عنه ويوسيه وتلاقي اللي بتسامه تظهر على وشه في الناس بتسلم على بعضها بيجو عنده هو وهو عارفين ان عنده مصاب هتلاقي برضو اللي بتسامه على وشه وبيباركونه بالعيد فتلاقي هو لازم تنعكس عليه الابتسامة بتاعته فبيشارك الناس الفرحة الفرحة الحاجة الوحيدة اللي لما بتتقسم على الناس ما بتقلش بتزيد يا سلام يعني لو انا فرحان الفرحة بتاعتي ممكن تقضي يعني فريق بحال وشهر بحال الفرحة بتاعتي الابتسامة زي ما حضرت تذكرت تبسمك في وجه اختي وصدق فإحنا مأمورين بالابتسام فأنا ابتسم في وجه حضرتك تبتسم في وجه الدكتور وبالتالي الابتسامة عملة تنتقل الفرحة الداخلية اللي جوايا بتطلع ما بقدرش احبسها في هالفرحة يشوفها اللي حوالين مني يفرحوا لي احنا بقينا في حالة من الفرح والابتسام وعملة تتناقل بيننا وبين بعضنا دي الأجواء بتاعتها وده يجدد معنويات الأمة يرفع مناعة الأمة خصوصا في أوقات الضغط والأحزان والظروف الاقتصادية وحروب وما إذا مهم جدا جميل يرفع المناعة ده للأمة لها مناعة زي الجسد ما هي مش النبي صلى الله عليه وسلم سواء يعني قال نحن أمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منها فكرة الجسدية أو الجسد الواحد موجودة في حديثنا بنفطر من بعض الأحداث دي حقيقة ضغط على الأمة وكل ما له قلب أو ألقى السمع أو أشهد لا بد أن يشعر بهذا الحزن لكن فكرة تخفيف الأحزان ودفع الأحزان حتى في مواطن الخطر أو توقع الهلاك صحيح يحضرني هنا قول الله تبارك وتعالى في موقف مش خطر بس ده في مفصلية الإسلام صحيح إما ينتصر وإما يدرك إلا تنصروه فقد نصره الله الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين نعم إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبه هنا نتوقع يقول له لا تخف لأن الجو كلها نقول له لا تحزد في دلالة من كده نعم ونحاول ندفع الحزن عن الأمة بهذا الكلام الحق يعني دائما النواهي التي جاءت في القرآن بدفع مواطن المحازن عن صدور النس لأنك إن حزنت وتركت الحزن يسيطر عليك ضاعت المعنويات كلت النفس انهار البدن وتعقدت الحياة وأصبح الإنسان مشؤوما ضعيفا ضائعا لكن كلما كان في صدري أمل وسعادة وفرحة كان نشاطه أكبر عطاه أكبر عبادته أكثر طاعت الله عز وجل أشد انتصار على العدو معنوياته متوب بسم الله من شاء الله أقول فدائما لا تحزن لا تبتأس ولا تحزن ولا تهين ولا سيما في خطاب النساء رهيب صورة النساء لا تحزن لا تحزن كل خطابات بدفع الحزن أصلا وسبحان الله من الأشياء التي يعبسوا بها الشيطان بنفوس الناس ادخال الحزن خاصة النساء إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين أنت بمجرد ما اتكلمت في كلام وانا أعد جملكم وشكيت أصابني الحزن بالتوتر والقلق وبدأ الإنسان يضيق في الله فهو رهيب يريد إدخال المحازن على صدورنا أما الإسلام يقول لك لا تعزن ولا سيما أن أكبر شيء دافع لك للعزن أن الله بيدي كل شيء ويغير كل شيء ويتحكم في كل شيء فقال لا تيأس أنت لا تيأس أبدا لأن اليأس ده جزء من عدم يقينك وثقتك بالله إنه لا ييأس من روح إلا القوم الكاثرون فإن فقدت الثقة في نفسك في صحتك في عفيتك في أرزاقك في أوقاتك صق تماما أن الله عز وجل يتحكم في كل شيء فده ده عقيدة ده إيمان من الداخل هو ده الجدار الذي يستند الركن قد تنيأو إلى ركن شديد ولذلك يقول له لا تحزن وده برضو فيها فقه كبير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر كان لا يخاف على نفسه لو قاله لا تخاف هو خايف هو خايف لذا هو حزين أن يصاب النبي بسوء فتصاب الأمة فلم يقل لا تخاف ولكن قاله لا تحزن لأن الأمر مش خاص لأن أبو بكر لكن الكلمات الطيبة تستجلب معية الله سبحانه وتعاله يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا بعدها أو في سياق الآية فأنزل الله سكينته عليه يعني الكلام الطيب يأتي بالأثر الجميل بعدها التصرفات بتاعت سيدنا أبو بكر في الغار وحرصه على فعلا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تئزيش يعني خايف من المشاركين أنه لو نظر أحدهم تحت قدمي أنا مش علشان نفسه وإلا هو يعني يعني فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك وأولهم روحه والتفاصيل جوه بقى الغار أما يسد يقطع من ثوبه ويسد الفتحات اللي موجودة لألا تخرج منها أي حاجة الهوان إحنا مش محتاجين نتكلم عن افتداء أبو بكر نعم لرسول لكن بنحلل هذه الألفاظ فكرة أن الإسلام يقصد ودفع الحزن عن المسلمين فرادة وجماعات نعم ده هدف وده منهج في تشريعات الإسلام كلها بداية لا يكلف الله نفسا أرهي إلا وسعها فكرة تخفيف أصلا أرهي إن هذا الدين يسر نعم وهذا مما يدفع الحزن طيب سيدنا الشخير وإحنا بنتكلم عن ربط الفرحة بالأحداث نعم أنا أتوقف هنا الإسلام يدعو المسلمين إلى ترقب الخير نعم في الأحداث الجسام نعم ودي مسألة يعني نشر أخبار الخير وتوقع أن الله سبحانه وتعالى ناصر أهل الحق أو الذين قريبين منهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وهتيجي الفرحة وهتيجي الفرحة ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله يعني التمهيد لفرحة آتية هذا مقصد قرآني؟ نعم ما فيش كلام فيش كلام أن الإنسان أحيانا بسبب كسافة العدو وشدة وطأة الأعداء على نفوس ضغط الأحداث وهذا شيء طبيعي جدا شيء إزجاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزهاقت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالليزوم هذا شيء طبيعي جدا فيحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يكون على يقي تثبيت أن نوع من التثبيت أن نصر الله عز وجل القادم ولذلك في الأحزاب شوف 11 ألف والدنيا برد والدنيا جوع والأمر صعب جدا والصخرة محدش أدل عليه يضربه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أكبر فتحات فارث هذا أمل شديد في النفوس اطمئن يا رسول الله ده احنا مش عارفين نتنفس يعني احنا وقدر الله غالب وهو حكمة في هذا كممكن هذه بشرة يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيخبره به الوحي صحيح إنما علاقة الصخرة نعم والنضاء يعني في حياتنا صخور كثيرة في عقوات يحتاجين بمعوة لليقين نضربها تماما وفي الموقف الشدة الصخرة جديدة في عز الشدة دي الرسول صلى الله عليه وسلم بنظرة تفاقلية كلكم تفاقلوا إنه في خير شوف مع الشدة دي شوف مع الصراقة أما جي ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم الصراقة يحاور فالرسول صلى الله عليه وسلم ما بالك يا صراقة إذا لبست سواري قسرة مش خيار نطل المشهد من الشيء يضده أنت مطارد أنت مطارد رايح فين أنت خارج والناس ده سوركة والمطارد يلتمس الأمان يعني من الذي يغير الأحداث وبيده الأمر الله سبحانه وتعالى وإحنا ليس لنا يقين في أي شيء إلا رب العز وجل التحويل بقى بتاع رسول صلى الله عليه وسلم من الأزمة إلى قمة التفاق يعني كسرة السورين بتوع يلبسهم سراقة يعني إذا إحنا فتحنا وانتصرنا لدرجة ادخلنا القصر وأخذنا وهذه البشرة لن تتحقق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني البشرة الذي بشر بها لا نشهدها رسول الله التفاقل شوف يا لا عجب الإسلام مش التفاقل بتاعه مثلا كمان ساعة لا التفاقل الأمد شوف رسول صلى الله عليه وسلم يقول استعمل الله ولا تعجز النظرة التفاقلي إن استعمل الله أهم حاجة ولا تجلد ذاتك ولا تقول لو أني فعلت كذا برضو دي دوافع الأحزان طبعا وإذا حذبك أمر كل يعني إن قفت قدام حاجة كل قدر روما شافع يبقى إذا أنا قدام المشكلات أنا مش هحمل نفسي إنه تقصير ولا لا أنا أهم حاجة إن أنا باخد بالأسباب وتفاقل بقى خلاص يعني الطالب اللي دخل الاختبار وبذل ما في وسوء كنت بتذكر؟ بعد ما خلصت الاختبار خلاص بقى ارمي الحمول على الله سبحانه وتعالى وإنت تفاقل بأن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى موفقك استعن بالله طالما أنت استعنت بالله في فترة مذاكرتك واستعنت بالله في إجاباتك في الاختبار الموضوع اتركه لله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى سينصرك سيوفقك برضو هنا الربط بإن إحنا نتفاقل والربط بإن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى صحيح يعني كله إحنا أمرنا كله بيد الله سبحانه وتعالى وبالتالي إحنا علينا ديل وحدها محتاجة تدريب على اليقين الدائم صحيح وإحنا عارفينها كمعلومة ده كمان يا سيدنا لكن دايما أخليها على الله الأمر لا شيء من الانكسار والضعف دمت تستند على القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى وكمان يا سيدنا مع الأخت بالأسباب ده دي أساس يعني بسم الله ما شاء الله أنت متفائل وأنت على يقين أن الأمر كله لله عز وجل وتأخذ بالأسباب بذلك من لمحات الليل عليها العلماء لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة لطمئنان وهو في غار الثورة في ساعة الهجرة وسيدنا أبو بكر في قمة القلق سبحان الله نفس المشهد ينقلب في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم في قمة القلق والدعاء ويدعو الله عز وجل بافتقار شديد اللهم اللهم انتهلك هذه العصابة انتهلك في الأرض حتى سقطت وسيدنا أبو بكر يقولها رزو الله بعض مناشدتك في قمة لطمئنان قمة لطمئنان كثير من أهل العلم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الهجرة أخذ بكل الأسباب المتعة تخطيط وترتيب وتغيير مصار ونستأتي بالأخبار ونستمح الأثار كل الأسباب وربما الخطر يلحق به هو فقط حتى لو كان هو صلى الله عليه وسلم كفرد لكنه خلاص أنا أخذت بكل الأسباب المتعة ما الذي يبقى الآن؟ الله عز وجل طيب في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للقتال ولكن خرج للعير فلم يكن الاستعداد استعدادا كاملا لحرب صحيح حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة لذا لازم تأخذ بالأسباب التامة دراسة دراسة تفكير تفكير تخطيط تخطيط إيمانياتك هذا أمر لكن كنت تأخذ بالأسباب فخشي أن الله يعاقبه يا سلام فعمالي يغطي هذا بالدعاء يا رب لأنه خلاص هو ليه نفسه دخل فعرض هو رايح للعير فقط ما كان لشي استعداد فأتبع السبب خلاص بها وسيدنا أبو بكر عمالي وطمئينه انقلب الحال ليه؟ من شدة فقر النبي صلى الله عليه وسلم ودي برضو رقيف حالة سيدنا أبو بكر يفعل مع الحدث ما يناسب الأمر هو النبي هنا خلاص الآن من الوضع هو يطمئنه وأبو بكر بطبيعة مجغول بأحزان النبي وأفراح النبي وابتسامة النبي وحركاته رضي الله عنه ألصخ به يعني خليفته فمهم جدا سيدنا أن الأمة وهي تتوكل على الله عز وجل وتعتمد وتتفائل لا أم زاكر أم اقرأ أم ابحث أم استعد وجاهد ساعتئذ تنتصر لكن أنا طبعا في أيام عيد لكن أنا شخصيا عندي إشكالية أراقبها في أمة الإسلام في أن إحنا في هذا الوقت الذي وصل فيه يعني غيرنا إلى ما وصل من غير المسلمين إحنا لسا نتكلم في عقيدة الأخذ بالأسباب واللي ماشي أخذ بالأسباب المفترض نكون عدينا المسألة دي صحيح هذه فطرتنا لكن كان عندي أسئلة تتعلق بقى بالأطفال والعيد طفولة يعني علاقة العيد بالأطفال والأطفال بالعيد والتفسير التربوي لهذه الفرحة عند الذين لم يبلغوا الحلم يعني هل هي فرحة الآباء فبيستقوها الأطفال منهم يعني يعني عايزة فسر تفسير تربوي لفرحة يعني الأطفال أو الفرحة التي فيه عيون الأطفال لكن أظن الحلقة انتهت أنا أخذها في حلقة قادمة بإذن الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فضيلة الشيخ خيري فهمي كل عام حضرتك بخير تقبل الله منكم كل المشاهدين الكرام إن شاء الله تقبل الله منكم أستاذ الدكتور علي كل عام وأنتم بخير تقبل الله منكم كل عام وأنتم بخير وأستهل المشاهدين جميعا بخير والأمة الإسلامية أيام العيد ليست أيام معدودات إنما هي مادة خام لأن نفرح بقية العام كل عام وحضرتكم بخير السلام عليكم